بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ هذه الآيات الكريمة تبدأ ببيان تشريع آخر من أهم التشريعات وهو كف النفس عن بعض الملذات والحاجات فيقول الله سبحانه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هذا خطاب عام وإن كان صوم واجبا على الجميع ولكن خص الخطاب بالمؤمنين لأنهم هم الذين ينتفعون بهذا الخطاب ولأن الصوم لا يصح إلا منهم كُتِبَ عَلَيْكُم الصِّيَامُ يعني قرر وشرع وهو الإمساك عن المفترات كالأكل والشرب ونحوها بكيفية مخصوصة فيجب عليكم أن تصوموا كما كتب على الذين من قبلكم من الأنبياء والأمم فهذا الحكم مو مخصوص بكم بل كان الصوم شريعة في الأديان السابقة أيضا ولكن مع اختلاف في الكيفية لعلكم تتقون النار بصيامكم فالصائم يحس بالجوع والعطش والضعف فيتذكر الله سبحانه وتعالى فيخبت قلبه وتضعف فيه قوى الشر وترق نفسه وتصف روحه وكل ذلك سبب للتقوى وترك المعاصي أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون تصومون أياما معدودات يعني قلائل قابلة للعد فليست الأيام كثيرة لا تعد ولكن ليس الصيام واجبا على كل الناس وإنما هناك طوائف ثلاثة الطائفة الأولى الإنسان الحاضر القادر على الصيام هذا هو الذي كتب عليه الصوم في الأيام المعدودة من شهر رمضان الطائفة الثانية المريض والمسافر فمن كان منكم مريضا مرضا يضره الصوم أو على سفر يعني كان مسافرا يشبه السفر بمركوب لأن المسافر غالبا يركب الدابة فعدة من أيام أخر يعني يصوم بعدد تلك الأيام بعد شهر رمضان قضاء لما فاته بالمرض أو السفر الطائفة الثالثة العاجز كالشيخ والشيخة وذي العطاش وعلى الذين يطيقونه يعني الصوم منتهى طاقتهم وفيه مشقة شديدة لهم فيأخذ الصوم منهم آخر طاقتهم وهو موجب للعسر هؤلاء عليهم فدية فالواجب عليهم إعطاء الفدية بدل الصوم ما هي مقدار الفدية؟ طعام مسكين واحد وهو مد من الطعام والمد يعادل ثلاثة أرباع الكيلو من الحنطة والشعير وما أشبه ذلك فمن تطوع خيرا فهو خير له أي شخص من هذه الطوائف الثلاثة أتى بالطاعة سواء كانت الطاعة صياما أو فدية فهذا التطوع خير له لأن نفع طاعة الله يعود إلى المطيع أما الله فهو الغني عن عباده وأن تصوموا خير لكم وصيامكم خير لما فيه من الفوائد الكثيرة وهناك تفسير آخر لهذا المقطع فمن تطوع خيرا يعني زاد على طعام المسكين فأعطى أكثر من المد فهو خير له ومع ذلك صيامه أفضل وأن تصوموا يعني أيها المطيقون الذي يبلغ الصوم طاقتكم وهو عسر عليكم أن تصوموا خير لكم من الإطعام والحاصر الأقسام الثلاثة الأول الإنسان إما يضره الصوم ضررا بالغان هذا هو الذي يفطر ويقضي الثاني الإنسان يشق عليه الصوم إلى حد العسر هذا يخير بين الصيام والإطعام الثالث الإنسان الذي لا يشق عليه الصوم فيجب عليه أن يصوم شهر رمضان إن كنتم تعلمون لعلمتم أن الصيام خير لكم لما فيه من الفوائد أما الجاهل فيرى الجانب السلبي فقط حيث يمنع عن الملذات لكن العالم يرى الفوائد فوائد دينية واجتماعية ونفسية وجسمية وغيرها مما أشير إلى بعضها في الروايات فعن رسول الله صلى الله عليه وآله ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتسابا إلا أوجب الله له سبع خصال أولها يذوب الحرام في جسده والثانية يقرب من رحمة الله والثالثة يكون قد كفر خطيئة أبيه آدم عليه السلام والرابعة يهون عليه سكرات الموت والخامسة أمان من الجوع والعطش يوم القيامة والسادسة يعطيه الله براءة من النار والسابعة يطعمه الله من ثمرات الجنة وعن الإمام الرضا عليه السلام إنما أمروا بالصوم لكي يعرفوا ألم الجوع والعطش فيستدلوا على فقر الآخرة وليكون الصائم خاشعا ذليلا مستكينا مأجورا محتسبا عارفا صابرا على ما أصابه من الجوع والعطش فيستوجب الثواب مع ما فيه من الإمساك عن الشهوات وليكون ذلك واعظا لهم في العاجل ورايضا لهم على أداء ما كلفهم ودليلا لهم في الآجل وليعرفوا شدة مبلغ ذلك على أهل الفقر والمسكنة في الدنيا فيؤدوا إليهم ما افترض الله لهم في أموالهم نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصائمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين